بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جاءتنا الأسئلة الآتية السؤال الأول جاءنا السؤال التالي ما تفسير رؤية العين الجارية في المنام قال المهلب العين الجارية تحتمل وجوها فإن كان ماءها صافيا عبرت بالعمل الصالح إلا فلا وقال غيره العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت قد أحدثه أو أجراه وقال آخرون عين الماء نعمة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مصدورا فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره واستدلوا على جميع ما سبق بحديث أم العلاء عندما قالت للرسول رأيت لعثمان في النوم عين تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت وذلك له فقال ذلك عمله يجري له هذا والله أعلى وأعلم السؤال الثاني جاء أنا السؤال التالي ما تفسير رؤيا القدح الذي يشرف فيه في المنام قال أهل التعبير القدح في النوم إمرأة أو مال من جهة إمرأة وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية وقدح الذهب والفضة ثناء حسن وقدح اللبن علم واستدلوا على ما سبق بحديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم هذا والله أعلى وأعلم السؤال الثالث جاء أنا السؤال التالي ما تفسير رؤيا العطش في المنام قال أهل التفسير والتعبير العطش في التأويل خلل في الدين فمن رأى أنه عطشان وأراد أن يشرب من نهر فلم يشرب فإنه يخرج من حزن لقوله تعالى في قصة طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وقال بعضهم من أراد أن يشرب فلم يشرب لم يغفر بحاجته ومن شرب الماء البارد أصاب مالا حلالا وإذا رأى أنه ريان أي شرب وارتوى من الماء دل على صحة دينه واستقامته وصالح الأعمال هذا والله أعلى وأعلم السؤال الرابع جاءنا السؤال التالي ما تأويل رؤية الجوع في المنام قال علماء تفسير الأحلام وأما الجوع فإنه ذهاب مال وحرص في طلب معاش والشبع تحصيل المعاش وعود المال والأكل يختلف في أحواله على حسب ما يؤكل من الطعام وقال بعضهم الجوع خير من الشبع والريء خير من العطش وقيل من رأى أنه جائع أصاب خيرا ويكون حريصا هذا والله أعلى وأعلم السؤال الخامس جاءنا السؤال التالي ما قول علماء التفسير في من رأى أن غيره دعاه إلى الطعام قال العلماء من رأى ذلك دلت رؤياه على سفر غير بعيد لقوله تعالى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فإن دعاه إلى الأكل في نصف النهار فإنه يستريح من تعب فإن دعاه على العشاء فإنه يخدع رجلا ويمكر به قبل أن يخدعه هو ومن رأى أنه أكل طعام وانهضم فإنه يحرص على حرفته هذا والله أعلى وأعلم السؤال السادس جاءنا السؤال التالي ما قول العلماء في تفسير رؤيا مضغ اللبان أو العلك في المنام قالوا اللبان بمنزلة بعض الأدوية ولو رأى أنه يمضغ اللبان والعلك فإنه يصير إلى أمر يكثر فيه الكلام وترداده مثل منازعة أو شكوى أو ما يشبه ذلك وكل ما يمضغ من غير أكل فإنه زيادة في الكلام ويزداد الكلام بقدر ذلك المضغ والعكس في من مضغ السكر فإنه كلام يستح لا ترداده وقيل أن من رأى أنه يمضغ العلك فإنه ينال مالا في منازعة وقيل إن مضغ العلك إتيان الفاحشة لأنه من عمل قوم لوط هذا والله أعلى وأعلم السؤال السابع جاءنا السؤال التالي ما قول علماء التفسير في من رأى أنه يأكل لحم مصلوب أجابوا أنه من رأى أنه يأكل لحم مصلوب أو لحم أبرص أو لحم مجزوم فإنه يصيب مالا عظيما لكنه حراما فإن رأى أنه عانق رجلا ميتا أو حيا فإنه تطول حياته وكذلك المصافحة ومن رأى أنه يأكل لحم نفسه أو لحم غيره وكان لما يأكل أثر ظاهر أكل من ماله أو من مال غيره فإن لم يكن له أثر اغتاب إنسانا من أهل بيته أو غيرهم ومن أكل لحم المصلوب أكل مالا حراما من رجل رفيع القدر إذا كان لما يأكل أثر واضح هذا والله أعلى وأعلم السؤال الثامن جاءنا السؤال التالي ما قول أهل التعبير في من رأى أنه يعض لحم نفسه من الرجال قال العلماء من رأى ذلك فإنه رجل غماز وكذلك أكل لحم الشاب لنفسه أقوى في التأويل من أكل لحم الشيخ المسن لنفسه فإن رأى أنه يأكل لحم لسانه أصاب منفعة من قبل لسانه وقال آخرون ربما دلت هذه الرؤية على تعود صاحب الرؤية على السكوت وكوم الغيظ والمدارة هذا والله أعلى وأعلم السؤال التاسع جاءنا السؤال التالي ما قول علماء التفسير في من رأت أنها تعض لحم نفسها من النساء قال العلماء أكل لحم الرجل لنفسه في التأويل مثل أكل لحم المرأة لنفسها وقال آخرون أكل لحم المرأة لنفسها هي مصاحقة أو مغالبة وقال فريق أكل المرأة للحم نفسها دليل على أنها تزني وتأكل من كد فرجها هذا والله أعلى وأعلم السؤال العاشر جاءنا السؤال التالي ما قول علماء تفسير الرؤى والأحلام في من رأى أنه يطبخ في المنام قال العلماء وأما من رأى أنه طبخ بالنار شيئا ونضج فإنه يصيب مراده من مال وإن لم ينضج لم ينل هذا المراد هذا والله أعلى وأعلم إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من أسئلة هذه الحلقة إلى أن ألقاكم في أسئلة أخرى لكم خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته